اليوم سأقوم بأسهل طريقة أول شيء سأقوم بأسهل ورق كنسون يريت ورق كنسون وممكن ورق اللوحات يعني أي ورق تييل عن الورق العادي لكي يستحمل الأشياء التي سأقوم بها بعد ذلك نفتح البرجل على أي مقاس المقاس الذي عملته كان 8 سنتي وكانت نجمة كبيرة قوي عملت دايرة وقصتها ثم تنتها على بعض من الجنب ثم من الجنب كده بقت متنية مثل علامة الزائد ثم أحدد نقطة النص بالألم وهجيب الطرف اليمين دا وهتنيه كده عند النص هوصله لحد النص بتاع الدايرة كمان هجيب الطرف الشمال وعمل نفس الموضوع هتنيه كده بعد كده هعمل علامتين فوق وعلامتين تحت عند الحتات اللي أنا تنتها وبعدين هوصل العلامات دي ببعض على شكل X كده وبعدين كمان هشد خط كده عند النص ده اللي أنا كنت تنيه قبل كده علشان في الآخر يطلع معي الرسمة دي وبعدين هوصل الأجزاء دي ببعض أنا حاولت محركش الورقة كتير علشان الناس اللي بتطوه وبتطلع بط خليت الورقة زي ما هي على قد ما قدرت وفضلت أنا اللي أتحرك حواليها علشان الخطوات الجاية ما تبقاش صعبة قصيت بقى كل الأطراف دي اللي أنا محددها ووصلت للشكل استودايسي ده أنا كده لسه عند نفس علامة الـ X اللي أنا كنت رسميها قدامكم هبدأ بقى من الخط ده كده وهوصله ببعضه يعني هوصل الزاوية دي بالزاوية اللي قدامها دي وهتني الورقة وبعد كده من نفس الخط ده هوصله بس بالزاوية اللي جنبه أو يعني بالخط اللي جنبه وبعد كده بقى من عند الخط التاني بتاع الـ X اللي أنا كنت عاملاها برضو هوصل للخط ببعضه وهتني الورقة وبرضو من نفس الخط للخط اللي بعديه وهتني الورقة ده شكلها كده من الظهر ودول الخطين اللي أنا كنت التانيهم في الأول خالص الحتة بقى اللي أنا كنت تانيها في الأول خالص دي اللي أنا مسكيها دلوقتي متقابلة مع خط تاني أنا كنت تانيها ومحددين نقطة النص اللي أنا علمت فيها بالقلم دي فهعلم كده هعلم بقى في كل الجهات اللي شبه دي هعلم عند نفس النقطة كده بالتقريب وبعدين هعمل فتحة بالمقص لحد النقطة دي أنا كده خلصت رسمي في النجمة خالص وبقى الخطوات سهلة بعد كده هبدأ قتني الأطراف اللي أنا قصتها دي الجوة علشان أكون شكل النجمة بعد كده بقى هبدأ ألزق الأطراف دي في بعض وهديقها كده شوية علشان النجمة تبقى برزة وشكلها حل الشامعة أحسن بصراحها من الغرة علشان استخدمت الغرة قبل كده وما كانش بيلحق ينشف لما كنت بسيب جنب منهم كان بيفك وأنا بلزق الجنب الثاني فالشامعة كان أحسن بصراحها أهي النجمة كده بدأت تظهر بس كده ده شكلها شكلها جميل بس أنا لسه مخلصتش ممكن تسيبوها كده لو هتلزقوها في حاجة ولو هتعلقوها بقى هتحطو لها أي حاجة كده تلزقوها فيها وتعلقوها منها وبرضو ممكن تعلقوها كده وهي نجمة واحدة عادي بس أنا هحط فيها نجمة تانية هلزقها برضو بالشامع فيها علشان تبقى من كل الاتجاهات شكلها حل وزي النجوم اللي برا كده اللي بنشوفها في المحلات وبرضو كل حاجة وليها استخدام يعني أنا لو هحطت على التبلوء أو هزين بها حاجة هتحطوها طبعا جنب واحد علشان عرف هلزقها لكن لو هعلقها في هلال مثلا لا هعملها كده هلزق اتنين في بعض كده زي دلوقتي أنا في اللازق بقى بحط الشامع كده على الأطراف كلها بتاعت النجمة وبعدين بلزق التانية عليها وببدأ أزبط الأطراف على بعض علشان يبقى شكلها متناصب كده وشكلها حلو وأي فتحات كده زي دي بحط شامع كده على قدها وبفضل مسكها فترة كده على ما تنشف خالص علشان ما تفكش مني وبعد كده بجيب غرة غرة عادي بتاع أخشاب من محلات الحداياة دوبيات وبخففه كده بشوية مية صغيرين وادهم بقى بالفرشة كده في كل حتة هي الخطوة دي لانا كنت عاوزة الورق يكون سميك شوية عشان يستحمل الغرة لاني عملت بالورق الأفور العادي وكان بصراحة بيبوش مني خالص وشكله بيتغير وكانش محافظ على شكله خالص زي يعني ما دي محافظة كده بعد ما حطيت عليها غرة كده في الناحيتين حطيت بقى جليتر بيتبع كميات أقل من كده بكتير في حاجات صغيرة كده عبوات صغيرة رشيت بقى عليها كلها وغطيتها كلها كده على قد ما قدرت وبعدين نفطها من الجليتر زيادة وبعد ما نشفت بقى بسيط كده على الأماكن اللي هي ما تحطش فيها كويس وبيعدت عليها وبس ده شكلها شكلها تحفة كنت عاملة منها بقى شوية حلوين هعمل بيهم فكرة تانية للفيديو الجاي ان شاء الله هتنزل بس دول كنت عاملهم جنب واحد علشان أنا مش محتاجة الجنبين خلص فيها وبس كده خلصنا شكلها عجبني قوي تحفة بجد وسهلة يعني هي مرة التانية بالكتير قوي هتظبط معاكم مش صعبة خلص بس أهم حاجة تستخدموا ورقة تقيل شوية علشان ما يبقاش فيه أي احتمالين هي تبوز منكم موسيقى 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 موسيقى